مشاهدي الكرام في شيء آخر وحياء الالكتراث البحري والموروث الشعبي الالكتري أعلن مركز شباب الذخيرة عن بدء التسجيل لمهرجان البرثة البحري في نسخته الأولى في شهر إبريل المقبل ويستمر على مدى أربعة أيام على شاطئ الذخيرة لمعرفة المزيد عن هذا المهرجان معنا الليلة كلهم من السيد علي لحدان المهندي رئيس مهرجان البرثة البحري والسيد علي بن سلطان المريخي رئيس الفعاليات التراثية في مهرجان البرثة البحري مرحبا ومسهلا فيكم حياكم الله معنا في السيد الرحيم الله حياكم ومساكم الله بالخير ومشكرا على هذه الاستضافة الطيبة واجبنا الله يحاوظكم نحن عندنا نريد أن نعرف عن المهرجان البرثة البحرية أول شيء نحن نتحدث عن المهرجان البرثة اللطاف والنجاح الذي حققته أبو الأحدان وهذه الأشياء يمكن أن تجعلكم مسؤولية أكبر لهذا المهرجان اللي جاي بديته كان ذلك المهرجان الرابع وهذا المهرجان الأول إن شاء الله بحر وبر رحيم بحر وبر نعم ففي البحر هذا المهرجان وين جاءت أول شيء الفكرة نحن استكمال حق المهرجان لبرثة التراث الرابع لأنه وجدنا في نجاح كبير تعاون من الجميع سواء كان كأشخاص أو جهات معنية أو وزارات أو اتحادات الله الحمد للبنا كان فيه اختراح سابق أصلا حتى من أخوان سلطان إبراهيم المريخي وأخوانا على أساس أننا لا بد أن نحن يكون فيه مهرجان بحري ومهرجان برري بالسنة كلها نغذي فيه بعض الموروث وبعض التراث تدري في بعض الأمور التراثية ندترت فنحاول نعوضها ونذكر فيها من خلال المسابقات فالمسابقات تحيي بعض الموروث والتراث فشكلنا لجان من بعد ما خلاصنا من المهرجان لبرثة التراثي الرابع على أساس أننا نعمل في شهر أربعة وهو اختيارنا هذا الشهر على أساس اكتمال المايا ويكون البحر يعني في أعلى مد يعني تدري البحر غير عن البار يعني نختار وقت معين فلا الحمد شكلنا لجان اللجان كلها من هالقطر وشباب هالقطر طبعا أراسم الأخ إبراهيم أبدأ حماسة كبيرة صراحة وبدينا نشتغل في وضع الجداو والبرنامج ذكر علي أن المايا لازم تكون عودة بس المايا في ذي الوقت ممكن تكون خربانة ما تصلح للحداق بناخذ منك إن شاء الله الإجابة لك مشاهدنا نطلع فاصل قصير وراجعين لكم ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا مرحبا مسهلا بكم جميعا وأيضا بأخوان المشارفين في الأستوديو علي بالإحدان لمهندي رئيس مهرجان لبرثة البحري وسيد سلطان بن إبراهيم المريخي رئيس الفعاليات التراثية لمهرجان لبرثة البحري كان سؤالي حق أخوي سلطان بن إبراهيم بالإحدان يقول أن تخترتوا أعلى مد في ذاك الوقت لأن التاريخ يكون في أعلى مد لأن في الضخيرة يمكن البحر مهم ياور فأنتوا تبعون أن يكون أعلى مد عشان أنه يعني تخاطف المراكب وترجع وتروح ما في مشكلة لكن هذا الوقت يمكن الصيد ما يخربانا تكون طبعا هو المشكلة التي واجهتنا في الوقت هذا الذي قال عنه أخوي علي الإحدان خاصة لمنطقة في الضخيرة تحتاج حق حفر فعندنا طبعا أماكن مثل المصحات أبيض يعني فلو تروح تشوف تشوف تغريبا أنه يطالع عن البحر يعني ما فيه بحر فوقها يعني فتاريخ 26 سبحان الله من شهر ثلاثة يبتدي الجو ويحتر فيرتفع المنسوب والتيارات تكون طبعا تحرك بشكل أكبر سبحان الله عشان ما يخيس البحر يعني وتبتدي في الارتفاع يرتفع المنسوب في نص الشهر وآخر الشهر فاختر نحن الوقت هذا اللي هو يكون تغريبا في آخر الشهر عشان يكون المنسوب مرتفع طبعا الشباب لهم خبرة في المنطقة ويعرفون أن هنا المنطقة بتكون تقريبا بين المتر ونص إلى متر وثمانين فهذه طبعا المنسوب هذا يصلح معا أنه نحن في الغوارب وما يأثر على مصابقات الحداق هم اللي بيحدقون ما راح يحدقون في المنطقة هذه راح يطلعون برع طبعا اللي هي مناطق بحديدة والمناطق المواجهة حق مصاعد الضخير نعم وهذه المناطق عادة حتى فيه دار بيوصلك من الفرضة ويطلعك على طول على المناطق المفتوحة هذه نعم الله يوفقكم إن شاء الله والله متشفقين على الوقت أنه يمر عشان نشوف المسابقة هذه أنا نشارك على طول نحن نبغي نسلك بلحدان عن الفئات العمرية اللي أنتم مستهدفينها في هذا المهرجان الصغار ولا الكبار ولا كل الفئات العمرية نحن نقول لك أولا شيء نحن نسوي في مهرجان البحري نحن عندنا مسابقات تراثية إن شاء الله سيتكلم عنها أبو إبراهيم واللي هي التجديف التقليدي اللي نسميناها الطواويش اللي يسمى في كتارة الشوحيف نسميناها الطواويش الاعتبارات الخاصة عندنا عندنا القوارب الشراعية وعندنا مسابقة في المسابقة البريخة وعندنا فعالية التبراء وعندنا مسابقة الغوص والحداق حق الصغار وعندنا حداق حق الكبار وعندنا الصيد بالغزل وعندنا عقب الفعاليات الحديثة اللي هي اللعبة الثلاثية اللي هي الدراجات والسباحة والجري يعني قريب من الصامرة لكن على أصغر وعندنا سكوترات أربع فئات وعندنا الكياك اللي هي ثلاث فئات فاختصارا للموضوع كله احنا شملنا كل الفئات تقريبا يعني ابتداء من العمر 14-13 سنة وانت رايح لين أكبر عمر يعني حتى في الحداق ممكن الواحد يشارك حتى هو عيادة يعني تركنا فرصة حتى ممكن شارك الغير قطري كمساعدة معاهم وكشراكة بيننا وبين المقيمين الموجودين في قطر فهذه المسابقات كلها بتكون طبعا مقسمة على لجان معينة في اتحادات تمشاركها معنا مثل اتحاد السباحة رح يشارك في المسابقات بحرية وسباحة وعندنا مسابقات الكرة الشاطئية فكلها هي بتكون ضمن المهرجان اللي بيكون فيه معراض وأدوات بحرية وفيه مطاعم فيه جو من المهرجان لمدة أربعة أيام بيكون في منطقة الضخيرة فنتوقع بإذن الله لأنه يكون اللجان كلها كلنا فيه شغلة بيشتغل وفق الجدول اللي حنحطينا وأعلننا عنه في أكثر من وسيل إعلان وأنتم بالإحدان أنتم جربين مبدعين ما شاء الله عليكم الله يزيك شير الله أفقنا وياكم ما شاء الله سلطان ذكر أخوي علي يعني كذا نوع من المسابقات والفعاليات لو نتكلم عنها يعني بشكل شوي توضح على المشاهدين وللي يريد يشارك مثلا إحنا في المهرجان هذا قعدنا نوع علي الإحدان والشباب إحنا بغينا أن نظهر أشياء جديدة يعني وفي ذكر ترى مصطلح أنا ما أعرفه أنا مثلك والله خالي هو ذكر مصطلح ما بعيده غلط تبرى أو لا؟ لا ما بتتبرى البريخة 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 أنا أول مرة أسمعها ما تعرف البريخة؟ لا والله ما أعرف أنت تقول شني أتعلم 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 وإشه البريخة؟ طبعا حطينا تقريبا حوالي خمس مسابقات تراثية تبتدي المسابقة الأولى في البريخة راح أشرحها لكم عندنا سباقة التجديف اللي هو سباقة طواويش حتى الاسم تدخلنا فيه نحن قاعدنا نسوينا دراسة حق الفعاليات التراثية كلها ورجعنا حق مراجع ورجعنا حق كبار السن الذي أصلا هواري هواري الهوري الخشبي نعم هو يسمى عندنا الهوري لكنه كانت المسابقة قبل يسمونه السباق الشواحيف نحن طبعا نسميناها السباق الطواويش لأن أكثر فئة كانت تستخدم هذا النوع من الغوارب اللي هم الطواويش عشان يتنقل من محمل لمحمل يتنقل من محمل لمحمل وبعدين كانوا بالمئات ما كانوا بالعشرات يعني لترجع حق آخر حصائية عام 1907 راح تلقى في الخليج حوالي 4700 سفينة غوص فتخيل عدد الطواويش اللي كانوا موجودين يستخدمون هذا النوع من الغوارب في التجديف اللي هو الهوري اللي هو الهوري نوضحها بس وكان يسمونه يسمونه القلصهم يسمونه القلص بس هم يعني ينزل من لنجة هاي هاي لنا بوضحها هو أصلا مقلوس في لنجة في لنجة الطواش عشان ينتقل يروح حق اللنجة الثانية يركض يصبح السباق بينهم من عنده لولو أكثر أيوة ويسوي صافقة ويخالص يعني قبل طبعا كان فيه عرف منتشر في ذيك الفترة بين الطواويش كلهم إن أولوية الشراء حق الغارب أو القلص اللي هو قبل قبل حق اللي هو غارب أو سفينة الطواش فأحيانا طبعا أحيانا تصير سباقات بين هؤلاء طواويش يعني الوصول إلى غارب طبعا الغواص عشان كلنا يريد أن يفوز لصفقة اللعلى فإحنا ربطنا هذا الاسم بسباق الطواويش يعني حطينا الاسم المناسب في المكان المناسب نعم فسمينا الاسم وظفته وظفته نعم بسباق الطواويش هذا ما يعني اعتراض على الاسم الشواحي الشواحي طبعا أنه مستخدم عندنا في كتارة وفي أكثر من مكان لكن احنا رأينا أن احنا هاي الاسم حتى احنا بنحط لنج جدام السباق كله يكون يعني المشهد فيه كمشهد تمثيله كمشهد حقيقي واضح يعني ايه أنهم يتسابقون لنج جدام أحد يقول هوري وحد يقول شحو فعلا تعطني من خلال المسابقة يعني أمراتية عمانية يعني وتقريبا يعني هم كلمة الشواحيف طبعا الأسماء واحدة في الخليج كلها لكن احنا كلمة الشواحيف هم رجعنا حق الأباء ورجعنا حق المراجع لقيناها أنها حق هال الشرق هال الشرق اللي هم هالإمارات أخوانه وربعنا هالإمارات والعمان وعندنا أسماء بعد احنا لازلنا نستخدمهم هم الخليجين يستخدمون نعم فكل أسماء متشابه في الخليج هذه ذكرت أنت حين سلطان عن سباق الطواويش أنا أخذت من وراها معلومة الآن ونت تتكلم نفس الشيء نبغي إيش بعد السباقات الثانية أو الفعاليات الثانية احنا طبعا دخلنا في هذا المهرجان اللي هو سباق جديد يعتبر طبعا الأول من نوعه في قطر والأول من نوعه في المنطقة وأتوقع إن شاء الله في المستقبل راح تكون له هي طبعا مشاركات أكبر من المشاركة اليوم احنا بدأنا فيه بسيط يعني هو عبارة أشرح لكم عنه هو عبارة عن سباق جماعي بين فريقين بين سفينتين كل سفينة فيها عشر أشخاص من عشر إلى ثمانة أشخاص يقومون بسحب المرساة الجميل في هذا السباق إن السفن هي اللي تحرك المرساة ثابتة فالليوصل قبل الثاني حق المرساة طبعا هو اللي فايز البوارة يعني إيه البوارة فالليوصل قبل الثاني حق المرساة طبعا هو بيكونه اللي فايز طبعا هذه تحتاج حق الياغة نسحب اللنج وش نسحب إيه تسحب اللنج ومسحب البوارة بعدين اللنج هذي اللي ينسحب وزنه حوالي طنين مو بشي بسيط وطبعا يحتاج حق الياغة ويحتاج حق قوة لذلك الفعل المستهدفة في هذا السباق من عمر 16 سن وطالع السن مفتوح من 16 سنة لأنه تحتاج حق قوة ولياغة وين جبنا هذا طبعا اللي هو السباق البريخة أو البريخة نفس السطن هذا اسم البريخة اسمه البريخة هذي نعم اسمه البريخة وين جل اسم بريخة هذا الاسم كان يستخدم في الغوص في الماضي وطبعا مثل ما قلت لك أن عدد السفن في الماضي 4700 سفينة هذه البريخة تمارس بشكل يومي في السفن اللي هو السفن الغوص فأحيانا وهم مواقفين النواخذة فوق الهيرات يتعمدون أنهم يلينون اللي هو الحبل مع بعض أو الاخراب يرجعون مع بعض ليش يعني ما يكون واحد يعني فوق الهير فيتعمدون أنهم يلينون الحبل مع بعض عشان يتواجههم مع بعض عشان في النهاية عند المغرب لخلصة والغوصة ويغيرون مكانهم يسحبون المرساة طبعا المسؤول عن سحب المرساة دائما لهم السيوب لكن في السباغ اللي يصير فوق الهير ينضمون السيوب وينضمون الغاص وحتى النواخذة طبعا ينضم لهم فيصير سباغ رسمي بين الغوارب كلها ليش يصير؟ يصير سباغ تغيير جاورة أقول لك أنا بعد بوضعك سيادة هذا البريخة البريخة هو أول ما يعني أول ما النواخذة يطلب من أخلاص يوقف وقط السن اللي هو الباورة من يطرح يطرح هم الغاصة ينزلون وكل ما له يلين من أول هير لين آخر أربعمائة متر خمسمائة متر ستمائة متر لين وصلوا للأخير خاص وصلوا للأخير خاص يعني على قريب المغرب تقريبا ويكون حواليه رابعة كلهم حواليه فيصير بينهم يعني تدري المسافة خمسمائة متر وهم يعني تعبانين من عقوب هاي كلها نص كيلو نص كيلو نص كيلو ير يعني حبل بحبل فيصير بينهم الطابر يقرأ يعني بينهم وهم ير بينهم فيصير بينهم يعني بين اللنجات نفس المنافسة مثل منافسة تونسون شد العزيمة يعني ما عليها طبعا جوائزه لكن كعزيمة بيننا هذه معلومة ثانية أنا استفدتها الحين أعرفها أبو الأحدان نحن نبقى نعرف الرعاة الرسمية المهرجان البرثة في جهات رسمية متعاونين معكم نبقى نعرف هذه الجهات نحن والله الحمد هذا المهرجان كان المهرجان الأخير الرابع كلها تحت رعاية مع رئيس وزارة الشيخ عبدالله بن ناصب من خليفة رئيس مجلسة وزارة وزارة الداخل يزار الله خير وبدعم من مكتب الهندسة الخاص يزاهم الله خير يعني نحن ما ننسى فضل الجميع من بعد الله سبحانه وتعالى حتى وزارة الثقافة على رأسها ساعة وزير الثقافة والرياضة أخ بغانم ما يقصر دعم دائما حق المهرجانات التراثية نحن تقريبا تحت رعاية مع رئيس وزارة دعم مكتب الهندسة الخاص ودعم وزارة الثقافة وإن شاء الله أنه نحن على أمر قريب إن شاء الله أنه يكون يعني يكون عندنا مركز خاص في البرثة في الموقع ليديد إن شاء الله في ذلك أشبده فيه إن شاء الله أدل هالموقع سلطان لو تذكر لنا بعد باقي المسابقات اللي أنت متشرف عليها إن شاء الله وأبعد في نفس الوقت نعلن للناس الجمهور اللي يبوني يشاركون الحين شن هي المسابقات اللي راح تصير البريخة ذكرت حداق غوص شن هي الأشياء بعد الثانية أنا وعلي الأحدان والأخوان الربي نحن اتفقنا مع بعض أن شون نخلي هذا المهرجان شغال طول السنة فحقيقة ندخلنا فكرة جديدة اللي هي أن نحن نسوي كتاب تراثي يعتبر دليل المستخدم في المهرجان هذا الكتاب تقريباً هذه طبعاً مسودة الكتاب يحتوي على تقريباً على 200 صفحة يتكلم عن نوع السفن الموجودة والمستخدمة في قطار طبعاً وهو كتاب مختصر يعني معلومات مختصرة من أربع إلى خمس أسطر في كل معلومة تكلم عن السفن راح تدش عقب في توري كل المسابقة موجودة في الغوص راح تلقى لها علاقة في هذا الكتاب تتكلم عنها بالتفصيل يعتبر مرجع كبير طبعاً مرجع وتربطها بين الحاضر وبين الماضي إذا شفت المسابقة اليوم في المهرجان راح تلقاها موجودة ومذكورة السفن ومنه اللي كان يستخدمها سلطان هذا الوالد نعم هذا الوالد الله يزاك خير ونسلم عليه ونمسي عليه بخير وهم الخير والبركة على أعداد هذا الكتاب حتى هذا الكتاب يحتوي طبعاً حتى يعني فيه غوص فيه مصطلحات فيه تعريف بأنواع الأسماك الموجودة في البيئة البحرية الغطرية يعني حتى غيمت الاغتصادية في السوق حتى طبخة شلون يأكلون للغطريين ففيه أشياء وائد تفصيلية داخل هذا الكتاب نعم والله يبغينا نستخدع إن شاء الله نحن النية نحن نوزعها على مدارس قطر كلها هذه النسخة هي نسخة تعليمية وهي مختصر حق كتاب الكنز الكبير كتاب الكنز الكبير اللي هو حق الوالد عبارة عن ألف صفحة فإن اختصرنا كل اللي موجود في كتب الوالد في هذا الكتاب له 200 صفحة كما علموه تحت أربع أسطر تقريباً الوالد إبراهيم بن علي المريخي عسى الله يطول عمره إن شاء الله والإحدان الجوائز الجوائز تقريباً مليون موزعة طبعاً حسب الاتفاق مع الشباب اللي جاء ومن ضمنها الجوائز على المسابقات الحديثة حاولنا قد ما نقدر أن ننظيف أكثر للمسابقات التراثية ولكن لا الحمد هذه أول مهرجان وحتى من ضمن الرعاة والشكر حق شركة الريان الامية وقناة الريان اللي غطت بصراحة بابهار في المهرجان السابق وأكيدنا بتبهرنا الحين في المهرجان نظهر شغلكم بس أنتم المبهورين لا والله أنتم أنا ما لابين جاملكم ولكن هذا الكلام والله هاي كلام كل الناس اللي شافت المهرجان السابق وأبدأت عجابها الغير طبيعي في المهرجان اللي صار وإن شاء الله أن هذا تحدي أن نحن نحاول نبدع والريان مبدعة من قبل فالجوائز بتكون مليون وإن شاء الله إنقدرنا نزيدها نزيدها عندنا ميرس إن شاء الله بيكون يوميا إن شاء الله يعني أحد مقدمي غنات الريان بكم موجود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أمينكم موجودين بمحسن بمحسن أنا أرشح لكم بمحسن وأرشح لك حمد أنا محمد واحد كلكم بكم خير وإن شاء الله علي باللحظة المهندي إحنا تقريبا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء نشكرك بيض الله وجهك أبو لحدان على وجودك معنا في برنامج ترحيب كذلك نشكر أخونا السلطان ابن براهيم المريخي رئيس الفعاليات التراثية في مهرجان البرث البحري ويبغي لنا اللقاء ثاني مطول وأكثر إن شاء الله واللي بيسجل في هذا المهرجان طبعا أنه يدخل على الموقع موجود منه يكتب الموقع لبرث دوت كوم بيقدر أنه يسجل الفعالات كلها موجودة وفي كل الشروط ويقدر يسجل بدون ما يتوجه لكم ولا لازم يتوجه لكم لا لا أكترونيا يقدر يسجل أكترونيا يقدر يسجل يسمعون الآن يريد يسجل في مهرجان البرثة مجرد أنه يدش على الموقع رح يلقى الاستمارة جدا مكتب فيه الاسم والرقم الشخصي وراح يلقى رقم الشخص المسؤول في حالة سبحان الله ما يقدر يسجل يقدر يتوصل كل البيانات موجودة في الموقع الإلكترون يبي يسجل لمرجان البرثة البحري الأول وأنا أقول لكم لا يفوتكم دائما المنظمين علب اللحدان وخي سلطان إن شاء الله سيكون في بهار نشكركم ويبي يسجل يدخل على الموقع الإلكتروني مشاهدين الكرام فاصل قصير وراجعين لكم خالكم معنا